اشتركوا في القناة اللي بتباشر رأيي بوصوله الاهداف وبتباشر رأيي بتحقيق ابنياته دلالة عن البعد على الامور المحرمة بتدل على التقرب لربنا عز وجل وهي رؤية المسجد في المنام فاي شخص يشوف في المنام ان هو بيدخل المسجد من اجل الصلاة دي بشارة ليه ان هو بيصير على طريق الحق وان هو ان شاء الله مش يبتعد عن طريق الحق تماما اي شخص يشوف ان هو بيأكل في المسجد في المنام دي بشارة ليه بتحسن احواله وان في شخص صالح باذن الله هيكون سبب في مسندته فمسلا انزا كانت بنت عز باء تعرف ان شاء الله في شخص مناسب ليه هيتجدم ليه في الفترة المقبلة وهيكون زوجه مسعيد باذن الله كذلك الامر المتزوجة اللي تشوف ان هي بتصلي في المسجد ده من الاحلام المحمودة اللي بتدل على تحقيق امنيتها بتبشر ان شاء الله بالمال الوفير اللي هتتحصل عليه في المستقبل ولما تشوف ان زوجها بيعتكف في المسجد دلالة على ان زوجها من الصلاحين وان شاء الله هي تعيش حياة مستقرة اما اللي تشوف ان هي بتنظف المسجد في المنام ده دلالة على الاعمال الصلاحة اللي هتقوم بها في حياتها بإذن الله واللي تشوف ان هي بتقطف يعني الصمار يعني هذه الاعمال الصلاحة ده بيبشرها ان شاء الله بتوصولها لاهدفها ايا كانت وكذلك الامر بالنسبة للحامل اللي تشوف ان هي بتلت في المسجد دلالة على الولادة الخاصة بيها هتكون مؤسرة بصورة كبيرة واند ربنا عز وجلها هيرزقها بالزرية الصلاحة اللي تشوف ان هي بتحاول ان هي تدخل المسجد دي دلالة على يعني يعني بتدل على التقرب لله واللي بتعاد عن الزنوب والمعاصي اللي ارتكبتها حلم المسجد في المنام من الامور المبشرة بالخير بتبشر رأي بقدوم الخير والرزق الوفير لصاحب الرؤية ايا كانت حالته سواء كان شاب اعزب او كانت امرأة متزوجة او مطلقة او كان رجل واللي يشوف ان هو بيبني مسجد في المنام يعني دي تعتبر من الاحلام المحمودة للغاية لان هي بتعبر على ان الشخص ده يدخل حياة جديدة هي حياة تكون مليئة بالسعادة وبالفرح بإذن الله وكذلك الامر بالنسبة للمطلقة اللي تشوف انها بتصلي في المسجد ده بيبشرها بتخلص من الهموم والمشاكل اللي بتعاني منها في الوقت الحالي وخاصة المشاكل الموجودة بينها وبين زوجها السابق ولو شافت ان هي بتصلي وصف مجموعة من الناس دي بشارة لها بإذن الله ان ربنا عز وجلها هيعوطها عن زوجها السابق وهتتجوز من شخص صالح بإذن الله واللي تشوف ان هي بتحاول ان هي تدخل المسجد وما فيش هناك ما يمنعها دي للع رغبتها الشديدة في العودة الى الله والتخلص من الجنوب والمعاصي اللي تشوف ان هو بيصعد للمنبر للمنبر في المسجد دي دي لا لا على ان هو هيصل لمكانة مرتفعة للغاية في المجتمع ورويتهاد من المسجد في المنام او في الاحلام عمتا من الاحلام المزمومة اللي بتدل على كسرة الخلافات والمشاكل وفقدان العمل في حياة الرأي احباه في الله كنسل وتنظيف المسجد في المنام ايضا بيدل على طاعة الرأي لربه واداء الواجبات ربنا بشركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية متعلقة برؤية المسجد عمتا يكتبها ان اسفل الفيديو علشان نفسرها لكم فاصل وقت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان قناتكم توصل لكبر قدر منكم الناس وإلى اللقاء في داخل السلام عليكم من المنزوش تشتركوا في القناةale اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة